أفاد مصدر أمني في محافظة كاركوك بأن دورية تابعة لجهاز مكافحة الإرهاب تعرضت إلى هجوم شمالية المحافظة وقال المصدر أن مجموعة مسلحة هاجمت دورية تابعة لقوات مكافحة الإرهاب قرب الحي الصناعي الجديد مبينا أن الهجوم لم يسفر عن وقوع أي خسائر مادية وبشرية مضحا أن المهاجمين فروا إلى جهة مجهولة